قد اكملت عملية الشراء لقد شحنت ب 210 عملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى اخوات في العالم شرح اليوم هنشوفي ازاي نعمل فيزا افتراضية نشتري بيها من على الانترنت او حتى نربطها على حسابنا على التيك توك علشان نشتري بيها هدايا بدون ما نروح البنك وناخد رقم وننتظر هنشوف دلوقتي ازاي نعمل الفيزا ديت خطوة بخطوة طيب قبل ما نبدأ في شرح اليوم لو حضرتك اول مرة بتشوف قناتنا على اليوتيوب اكون سعيد الحظ لو حضرتك اشتركت في القناة وفعلت زرار الجرس علشان يوصل لحضرتك كل جديد وخلونا كده نشوف الطريقة خطوة بخطوة اول حاجة لازم يكون عندنا محفظة فودافون كاش يعني حضرتك تكون معاك خط فودافون كاش مفعل علي الخدمة وكمان المحفظة عليها رصيد هنبتدي كده نفتح وجهة الاتصال زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي هبتدي اكتب نجمة 9 شباك ده الكود الخاص بمحفظة فودافون هنا هننتقل او هنضغط على علامة الاتصال هنحدد الشريحة اللي عليها محفظة فودافون وهنا هتظهر لمجموعة من الاختيارات زي ما حضرتك كده شايف هنا بيقول لي تحويل الاموال شحن ودفع فواتير الدفع اونلاين اللي هو اختيار رقم 3 هبتدي اكتب كده 3 باللغة الانجليزية وهعمل ارسال هنا هيقول لحضرتك تقدر تعمل يعني نقدر نعمل فيزا افتراضية من 5 جنيه ل 30 الف جنيه طيب احنا هنعمل فيزا افتراضية ب 150 جنيه زي ما حضرتك شايف هبتدي اعمل ارسال هكتب الرقم السر بتاعي بتاع المحفظة بتاعتي وبعدين هعمل ارسال وفي ثواني هيكريتلي الفيزا زي ما حضرتك شايف كده هو كريتلي الفيزا ب 150 جنيه وكمان بيبعتلي بيانات الفيزا اوه كل ده في ثواني عملنا الفيزا الافتراضية وكمان تاريخ انتهاء وكمان التلات ارقام اللي بيكونوا في ظهر البطاقة طيب الفيزا دي بقى صلاحيتها قد ايه صلاحيتها 24 ساعة طب نقدر نشتري بها كم مرة نقدر نشتري بها مرتين طب السؤال لو انا مشتريتش بيها هل الفلوس تروح علي لا الفلوس هترجع تاني لمحفظة الكاش بتاعتك يعني سوى اشتريت بيها او مشتريتش بيها هترجع الفلوس مرة تانية طيب دي الخطوة الاولانية احنا الوقت عرفنا البيانات بتاعة الفيزا وكمان عرفنا هتنتهي امتى وكمان التلات ارقام اللي بيكونوا في ظهر البطاقة طب دلوقتي انا عايز اربطها على التيك توك علشان هتشتري بها دا هتكون الخطوة اللي هنا لان الحساب اللي على التليفون دا مش هو الحساب اللي على التليفون دا انا كده عرفت بيانات الفيزا هبتدي انقلها على التليفون دا وده اللي هنشوفه دلوقتي طيب و دلوقتي دور إن أنا أبتدي أربط الفيزا ديت على حسابي على التيك توك هروحة أفتح كده التيك توك زي ما حضرتك شايف هضغط على التلات نقاط على الجنب وبعدين هنروح على الإعدادات والخصصية أنا بحاول بس أظهر كل حاجة هبتدي أضغط على الإعدادات والخصصية وبعدين هنزل شوية كده الى تحتها لها حاجة اسمها الرصيد هبتدي أدور كده على الرصيد وهي الحساب الخصوصية الأمان الرصيد هضغط على الرصيد وبعدين هنتقل لصفحة تانية طيب أنا عايز العملات هعمل التالي كده للآخر هنا أنا عايز العملات هضغط على العملات لإن أنا عايز أشتري عملات طيب هنا زي ما حضرتك شايف ما عنديش ولا عملة هنا في الخمسة عملة قدامها بالجنيه المصري أنا هشتري مثلا على سبيل المثال هشتري 210 عملة بمية واربعة لإن إحنا عملنا البطاقة بمية وخمسين هبتدي أضغط على المتين وعشر عملة وبعدين هنتقل أو هنا هيطلب مني إن أنا أفعل أو الشراء هنا بيقول لي يا إما تضيف يعني اللي هو الكاش بتاع الاتصالات أو إن أنا أضيف بطاقة اقتمان هبتدي أضغط على إضافة بطاقة اقتمان أول حاجة هتقابلني إن أنا هضيف الفيزا اللي إحنا عملناها الافتراضية هنا بيقول لي تاريخ انتهاء إمتى هقول له اللي هو زيره تسعة خمسة وعشرين طيب هنا التلات أرقام اللي بيكونوا في ظهر البطاقة كل ده بيجي لك على الفيزا من ساعة ما إحنا ما عملناها أو أول ما بنعملها هبتدي أكتب التلات أرقام اللي في ظهر البطاقة هنا بيقول لي البيانات ديت هراجع البيانات دي كلها ببتدي أعدلها وببتدي أعمل حفظ يعني بكتب البيانات دي إحنا كتبنا إيه بس دلوقتي كتبنا رقم الفيزا كتبنا تاريخ انتهاءها والتلات أرقام اللي بيكونوا في ظهر البطاقة اللي هو الأمان سي في سي دولة التلات أرقام بتوع الأمان بتوع الفيزا اللي هي الافتراضية طيب أنا هعب البيانات دي هتورجع لحضراتكم طيب وزي ما حضراتكم شايفين أنا عبيت البيانات هبتدي أعمل حفظ وبعد ما بعمل حفظ هيديني علامة صح أو هيطلب مني الرقم السري بتاع الجيميل هو كده رابط الفيزا الافتراضية أو المستر كارد الافتراضية هقوله انكر للشراء هنا الكمية واحدة طبعا المبلغ اللي هيتخصم 104 هعمل انكر للشراء وفي ثواني هيضيف لي 210 عملة دولة اللي احنا اشترناهم أو هنا بيقول انت عايز تزبط الفيزا دي تنية تكون دوما هقوله لا شكرا وهعمل حسنا لان أصلا مدة الفيزا 24 ساعة هنشوف دلوقتي وهو بيضف لي العملات قدام حضرتك اهو هنا دخلني على اللايب بيقوله لقد أكملت عملية الشراء لقد شحنته ب 210 عملة هعمل كده رجوع هلاقي ان 210 انضافه معايا زي ما حضرتك شايف الموضوع سهل جدا الفكرة كلها انك تكون معاك خدمة وزي ما حضرتك شايف بقى معايا 210 عملة بتبتدي تعمل الكود اللي احنا عملناه في اول الشرح بيجي لك الفيزا الافتراضية بتكتب الرقم بتاعها بعد كده تاريخ الانتهاء بعد كده اللي هو اللي هو التلات ارقام بتوع الامام بتوع الفيزا لك لنك تشتري مرتين على حسب المبلغ اللي معاك طب دلوقتي انا اشتريت مرة الباقي هيروح فين الباقي هيرجع لي تاني على محفظة الكاش يعني لو انا ما اشتريتش هيرجع مباشر على محفظة الكاش وبكده يكون انتهى شرح اليوم اتمنى ان انا اكون افت حضرتك ولو بمعلومة ولو استفدنا بمعلومة ياريت ندعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته